بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب الكلام كلام الله رب العالمين ما زلنا ننظر ونتأمل ونتدبر في كتاب الله عز وجل وقد وصلنا إلى سورة الشعراء والتي فيها بيان لأصراع بين الخير والشر بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر والعياد بالله وصلنا إلى الآية 105 وفي هذا السياق ربنا يتكلم عن موكب النور موكب أهل الإيمان وموكب أهل اليقين موكب الأنبياء والمرسلين تاريخ البشرية رغم أنه يبدو صحيقا في الزمن يساوي آلاف السنين بل ربما مئات آلاف سنين ولكنه عند الله تعالى لحظات قصيرة جدا لأن الله تعالى خالق الزمان والمكان والسماوات مطويات بيمينه تعالوا ننظر إلى ما وصلنا إليه من سورة الشعراء نقرأ عن موكب النور من الأنبياء والمرسلين ثم نقوم بالتفسير والتوضيح والبيان إذن بدءا من الآية 105 من سورة الشعراء يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أهوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقن بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطتشم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أو لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلاتناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا ناذمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم هذه الآيات البينات من سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا فيها قصص الأنبياء والمرسلين كل هذا تسلية لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لما كلفه الله تعالى بتبليغ الدعوة الإسلامية وجد معارض قوية واتهموه بأنه مجرد شاعر ينظم كلاما موزونا كلاما منمقا وفيه خيال حول الروح والحياة والموت والنشور والبعث خيال كل كلامه ملفق اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب والتمهوم تهموه بالجنون وهذا الأمر حز في قلب النبي فأراد الله عز وجل أن يسلي نبيه ومصطفاه فقال له يا محمد لست أنت الأول الذي كدبت ولست أنت الأول الذي وقع له الصد والرد هناك أنبياء ومرسلون في التاريخ القديم وقع لهم مثل ما وقع لك لقد دعوا إلى توحيد الله ودعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ودعوا إلى التخلق بالقيم الأخلاقية النورانية الإيمانية ودعوا إلى التصالح بين الخلق والإحسان فيما بينهم دعوا إلى الحياة الطيبة كل الأنبياء يسمون موكب النور نفس الدعوة الإسلامية هي التي جاء بها نوح وجاء بها إبراهيم وجاء بها قوم عاد وقوم لوط وقوم تبع كل الأنبياء والمرسلين بغير استثناء نفس الدعوة النورانية جاء بها الجميع منهم من قبلها فحسن أمره وخلص الدين لله ومنهم من رفضها واعتبرها أيديولوجية واعتبرها فكر قديم فكر فيه مغالطات وفيه نقائص واتهم أهلها بأنهم يؤدلجون الدين بالحياة وغايتهم هي الدمية هذا الكلام الذي ألقاه ربنا عز وجل على روع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبت فؤاده أراد أن يقول له اسبر يا محمد اسبر كما صبر أولي العزم من الرسل ثم فيه رسالة أخرى لمن للمشركين بأن الذي يرفض دين الله الذي يعتدي حدود الله فلينتظر العذاب الأليم فلينتظر العقاب الشديد البشرية إذا كانت تمر بفترات حالكة إذا كانت تمر بفترات صعبة لا مخرج لها من هذه الظروف الصعبة إلا بالعودة الصادقة إلى الله إلا بالتوبة وإلا بإحسان العبادة لله عز وجل فسوف يرتفع البلاء ويرتفع الوباء وترتفع العقوبة ويأتي الرخاء من جديد وتأتي الحياة الطيبة الحياة المنعمة فضلا من الله وإكرم سوف نقوم أيها الأحباب الكرام بتفسير وتحليل مضامين خطاب الأنبياء نوح عليه السلام وهود عليه السلام وكذلك صالح عليه السلام ثلاثة أنبياء الصورة فيها عدد كبير من الأنبياء كل مقطع نأخذه ثلاثة ثلاثة لكي نلاحظ الوحدة الموضوعية بين رسالات الأنبياء أجمعين سوف نتوقف لرفع آذان صلاة العشاء حسب توقيت الضار البيضاء والنواحي ونقوم للصلاة وبعدها نواصل تقبل الله من الجميع محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونعود أيها الأحباب الكرام لنتأمل في هذه الآيات البينات وهي تحكي عن قصص الأنبياء وفي الحقيقة هي قصة واحدة قصة موكب النور بمعنى أن كل الأنبياء وكل المرسلين في تاريخ البشرية لهم دعوة واحدة هي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة الاختلاف فقط في الواقع الذي تعيشه كل جماعة بشرية سوف نلاحظ بأن كل نبي سيواجه مشاكل واقعية عند قومه هناك من سوف يكتر فيهم الشرق بالله هناك من يقع فيهم البطر والكبرياء والخيلاء هناك من يقع فيهم التمييز الطبقي بين الفقراء والأغنياء وأصحاب الحضود والذين هم الأراذل وهناك من سوف يظهر في قومه الفساد وحب المحرمات من الذكور ومنهم من سوف يطفف في الميزان ويسرق ويغير ويبدل الواقع البشري يختلف كل واقع لا يشبه الآخر لكن دعوة الأنبياء عبر التاريخ واحدة في مضمونها وفي أهدافها وهذا كله تعليم لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن ومن خلاله تعليم لأمته الإسلامية إلى قيام الساعة ومن خلال الأمة تعليم للبشرية جمعة لأن هذا الكلام كلام الله رب العالمين مالك الملك صاحب الكون الذي خلق الكوكب البشري والكوكب الأرضي والذي قدر الأقدر على الخلق فهو الذي يتكلم ونحن نستمع ونحاول أن نفهم فهما سليما في أول المقطع من الآية 105 من سورة الشعراء قال ربنا عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم وأخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون نوح عليه السلام هو من أوائل الأنبياء والمرسلين فأبونا آدم كان هو أول نبي رأى كل الحقائق رأي العين بعده كان شيت عليه السلام من أبناء آدم وأعقبه إدريس عليه السلام الذي رفعه الله مكانا عاليا وكان هناك صلاح في عهد إدريس الذي كان خياطا يخيط الملابس أول من خاط الملابس الناس كانوا عراتا حفاتا وكان يخيط بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ساد في عهد إدريس عليه السلام الإيمان والصلاح لكن بعد أن رفعه الله مكانا عاليا بدأ الفساد يضب في البشرية فلما كان عهد نوح عليه السلام استشر الفساد صار هناك الباطل يغلب الحق وصار هناك الظلم يغلب العدل وصار هناك الفسق يغلب الاستقامة فاختار الله تعالى أجود خلقه وهو نوح عليه السلام من أنبياء أولي العزم اختاره وقد صنعه ربنا عز وجل لنفسه وهيأه وعلمه وأمد له في العمر لكي ينصح قومه لكن القوم سوف يكذبون كذبت قوم نوح المرسلين ما معنى هذه الكلمة كذبت قوم نوح المرسلين معنى ذا أنه قبل نوح جاءتهم رسل متعددين هناك رسل كثر جاءوا بنفس الرسالة تدعو إلى توحيد الله وإخلاص العبود يلا لكن القوم كذبوا جميع المرسلين ولم يستمعوا إليهم فربنا جاء بهذا النبي القوي وكان فصيح اللسان وكان عنده شخصية قوية نبي الله نوح فقال لهم ألا تتقون لم يطلب منهم تغييرا لأشياء صعبة فقد طلب منهم تقوى الله عز وجل لأن تقوى الله هي أساس الإصلاح أي حزب سياسي وأي منظم نقابية وأي فكر عظيم أراد أن يغير المجتمع إذا لم يركز على التقوى فإن برنامجه السياسي مهما كان قويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع هبات حقوق الإنسان لن يستطيع أن يستمر طويلا إذا غابت التقوى لأن التقوى هي الشريان الذي يمده بالطاقة وبالنور وبالحياة فالأنبياء طبعا قد لا نقول بأن عندهم برنامج سياسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن عندهم الجوهر هو التقوى إني لكم رسول أمين أن كلمته فيها أمانة هو مرسول الكلام الذي يقوله النبي ليس كما يقوله الزعيم السياسي هناك زعماء سياسيون قالوا كلام نحن الآن عندنا تراد كبير إنساني كلام قاله هتلر قاله موتسيليني قاله من قبل زعماء وعظماء كبار لا زال مستورا في التاريخ لكنه مجرد كلام لتجربة إنسانية محددة ومتواضعة سرعان منتخت بل وصرت غير قابلة للتطبيق في العصر الموالي في حين أن كلام الأنبياء وكلام المرسلين هم مجرد مبلغين عن رب العالمين فيهم الأمانة إني راكم نرسول أمين فاتقوا الله وأطيعون هذا هو البرنامج الإصلاحي لكل الأنبياء ولكل المرسلين والذي ينبغي أن يقوم به العلماء والفقهاء والدعاة في كل زمان وفي كل مكان إلى قيام الساعة هذا هو برنامج الديني أن أهل الدين يطالبون بالتغيير بالتقوى والتعليل فقط أمر بسيط جدا لكنه عميق ثم قال ربنا عز وجل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون لماذا قال هذا الكلام لأن البشر دائما يتهمون أهل الدين بتهمة خطيرة أنهم يطلبون الزعامة ويطلبون القيادة ويطلبون الدنيا ويسخرون الدين لهذه القضايا أي نعم هناك تجارب سودوية في تاريخ البشرية أناس ادعوا إصلاحا ديميا ولكن هم يريدون الدنيا لا ننكر وقع في كل الأديان عند اليهود عند النصارى وحتى عند البوديين والهندوس والزرادشتيين وحتى في التاريخ الإسلام هناك من دعا الادع المهدوية وقال أنا المهدي المنتظر وجاء بتغيير ولكن يحب الزعامة والكرسي ولكن هؤلاء محدودون ولكن أهل الإخلاص وأهل اليقين يدعون إلى الله تعالى وليس لهم هم في الدنيا ولا طمع في المتاع فمعروف أن بعض الكهان ورجال الأديان استغلون الدين لسلب أموال العباد كان الكهنة ينحرفون بالتعاليم الدينية وكل ذلك طلبا للدنيا أما أهل الإيمان وأهل التقوى فإنهم بعيدين كل البعد عن هذه التهمة وسيدنا نوح منذ زمان سرح بها وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين كيف نميز بين العالم الصالح والعالم الغير الصالح كيف نميز بين الفقيه صاحب البشارة والفقيه صاحب الدنيا كيف نميز بين الداعية الصادق والداعية الذي يبحث عن موقع قدم ببساطة وهو نميز من يطلب الدنيا يسخر الدين ليتقرب لأهل السلطان يتقرب إلى أهل القرار ويطلب المساعدة والمعونة لنفسه إذا كان من هؤلاء يطلب الدنيا ويبحث عن الدراهم فاعلم بأنه بريء منه الدين لكن إذا كان متجردا ويقنع بالقليل ولا يهمه صاحب سلطان ولا إنسان بسيط يرى البشر كلهم سواسية عباد مكرمون عند الرحمن فهذا من علامات صدقي التديون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون كل ما يطلبه منكم أنكم اتقوا الله تعالى بالتمسك بتعاليمه والخضوع لأمره وأطيعوا أمر الله لا تطيعوني أنا لا أطيع أمر الله لأن الصالح من العلماء وحتى الأولياء كيف نعرف هناك ولي الناس يتكلمون عن الأولياء الأولياء موجودون وسيبقون موجودون إلى قيام الساعة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن عاد لي وليا فقد آدنته بالحرب نميز بين الولي الصادق المخلص والولي صاحب الدنيا هو أن الولي الصادق يدعو إلى الله أما الولي المخادع يدعو إلى نفسه ويتحدث عن كراماته ويتحدث عن إنجازاته ليتعلق به الناس في حين أن الولي الصادق هو يدعو إلى ربه وينكر نفسه إذا تكلم عن نفسه فإنه يسهم نفسه بالخطايا والدنوب والتقصير وإذا تكلم عن الله تكلم عن اللطف الإلهي والرحمة النورانية هكذا كان منهج الأنبياء والمرسلين فاتقوا الله وأطيعون سيدنا نوح سوف يجدوا صدا وردا هذا هو الطرح الإصلاحي الذي آت به نوح عليه السلام منذ آلاف السنين جاء به لقومه ماذا كان جواب قومه لقد اجتمع الكبراء وأصحاب المال وأصحاب السلطة والجاه فماذا قالوا له قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هذا استهزاء يا نوح لو كانت دعوتك صادقة فأنت من اتبعك هم الأرذلون يعني يقصدون بالأرذلين هم الفقراء وعادة الفقراء هم الصبقون إلى أل الإيمان تاريخ البشرية يحكي ويشهد بأن أول من يكون قوي الدين والتدين ويتبع الأنبياء هم الفقراء لأن الفقير يكون مهضوما حقوق في الدنيا ما عنده ظهر ما عنده حق من لك يسمع الكلام عن الدين والوعد بالجنة ونعيمها والخلود الأبدي يقول على الأقل كن هناك بديل فكيكون حافز للتدين الفقراء أشد الناس تدينا واتباعا لدعوات الأنبياء والمرسلين وأشد الناس معارضة لدعوة الأنبياء والمرسلين غالبا في الغالب لا أعمم هم أصحاب المال والجاه والسلطان لماذا؟ لأن هذا المكان الاجتماعي صاحبها يشعر بالكبرياء يشعر بأنه ليس سواء مع عامة الشعب هؤلاء يسمون الأراذل الفقراء والضعفاء والعامة والسوقة أما هم فهم الخاصة وعلية القوم هذا مشكل في الكبرياء والخيلاء مشكل هو مرض نفسي مرض نفسي يكون عند صنف من الناس وكذلك عنده مشكل مصالح عنده مصالح عنده تروى عنده امتيازات فإذا اتبع النبي وأمره بإخراج الزكاة وأمره بالمساواة بين الفقراء والأغنياء بين العبيد والأسياد سيقول مصالح مهددة وفعلا هذا وقع في أهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل إلى المسجد سيدنا النبي وأراد أن يصلي فجلس غني بجانب فقير الفقير لباسه رت لباس متواضع بسيط وفي بعض الأوساخ في تراب لأنه كان يعمل أعمال شقة وجاء بجانبه الغني والغني يلبس لباسا رفيع المقام وعنده عنده جبة وعنده واحد سلهام طويل فلما أراد أن يصلي بجانبه الغني سيجر السلهام قليلا جروا باش ما يلتسقش بالفقير رمق النبي المصطفى سيدنا محمد هذا المشهد فقال أيها الرجل أخاشيت أن غناك يلتسق بفقره أم خشيت أن فقره يلتسق بغناك وش أنت قد تعاديه بالغناء وله هو قد يعاديك بالفقر ما كاش تبعد الاجتماع منهما الرجل الصحابي الغني سمع هذا العتاب النبوي فشعر بالحرج وقال يا رسول الله أما وقد قلت كذا وكذا فإني سأتصدق بنصف مالي لهذا الرجل الفقير الذي يصلي إلى جنبي سأعطيه نصف مالي الصحابة رضي الله عنهم الأخيار الأبرار يخطئون مثلنا لكنهم يتميزون أنهم إذا أخطأوا سرعان ما يعودون إلى الصواب قال لي يا رسول الله أنا درت عمل سيء فعلا وسحبت تيابي عن هذا الفقير شعرت أني ظلمته شعرت بخطيئتي سأعطيه نصف مالي عن طيب نفس فقال النبي الكريم للفقير أتقبل منه نصف ماله فقال الصحابي الفقير لا لا أريده قال لماذا قال أخاف أن يدخلني في نفسي مثل ما دخله في نفسه يعني دخله الكبرياء بالإصبع عنده المال يبدأ يتكبر على الخلق ويتكبر على الضعفاء والمساكين هكذا كان أهل الله فقوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون فسيدنا نوح أجابهم لست مكلفا بمعرفة أعمالي القوم أنا مكلف فقط بالدعوة إلى الإيمان أنا لا أدخل إلى البطون أنا لا أهتم بالسرائر والضمائر الأمر إلى الله إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون فالله تعالى هو المطلع على السرائر والمطلع على البواطن وهو الذي سوف يعلم من أسلم صدقا ويقينا ومن أسلم لغاية في نفسه إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ثم قال وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين لقد طلبوا منه أن يطرد عن مجلسهم هؤلاء المؤمنين لأنهم فقراء فلا يمكن أنه يقع مكان للعبادة يجتمع فيه الفقراء والأغنياء قالوا لا هذا أمر غير مستساغ لابد أن يكون هناك مكان للعبادة خاص بالأغنياء ومكان آخر خاص بالفقراء وهذا لا يمكن الديمقراطية الحقة واحترام حقوق الإنسان إنما تتجلى في دور العبادة في المساجد الناس كلهم سواسية لا فرق بين السلطان ولا بين واحد من الرعية ولا بين فقير وغني ولا بين كده وكده الناس كلهم سواسية وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين يعني كل مهمتي أنني أنصح وأوجه فمن فمن أخذ بالدين فاله الأجر والتواب ومن لم يأخذ فالأمر إلى الله بقي حوار طويل بين نوح وقومه القرآن الكريم اختزله فقالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين فئة من هؤلاء أصحاب الحضوة لم يستسيغوا أن نوح جاء يدعو إلى التوحيد وجاء يدعو إلى عبادة الله لكنه في خضم هذه الدعوة جاء يدعو إلى المساواة يدعو إلى الديمقراطية الحقة يدعو إلى محو الطبقية من المجتمع طبعا هائد الفئة لم تستسغ هذا الأمر فرفضوا قالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين عدلوا عن المحاورة إلى التهديد وهددوه بالقتل رميا بالحجارة لتكونن من المرجومين هذا التهديد بالقتل عنف وكيف ليس رميا بالرصاص بل رميا بالحجارة سيدنا نوح سوف يستنفد كل طاقاته الحوارية مع قومه ثم سوف يلجأ في الختام إلى ربه قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين طلب من الله عز وجل أن يتدخل بقدرته وأن يحكم بين خلقه لاحظوا أيها الأحباب الكرام أحيانا البشر لما يقع فيهم الطغيان والظلم وحتى المحاكم التي هي المهمة المناطة بها هو إرساء قواعد العدل بين الناس تصبح هذه المحاكم مسيسة وتصبح هذه المؤسسات هي ظالمة المظلوم لمن يشكو من يشكو حاله إذا كان الذي هو مسؤول عنده هذه المخالفات فإنه هنا يلجأ إلى مالك الملك يطلب منه التدخل هذا ما فعله نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتح الفتح الرباني ودي عقل على أيها الأحباب الكرام من اللي تشعر بأنك مظلوم أو تشعر بأن الأبوب عليك موسضة ومغلقة إياك أن تيأس إياك إياك أن تيأس المؤشرات والقواعد الدنيوية رأي كلها سفر في الشمال حينما تتدخل الإرادة الإلهية ربنا عز وجل إن شاء وإذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون اطلب من الله الفتح يا فتح افتح لنا أبواب الرحمة يا فتح افتح لنا أبواب الخير وسترى عجائب قدرة الله لما يأس نبي الله نوح من قومه وربنا جعله في مقام الدعوة سن طويلة لبت في قومه ألف سنة إلا خمسون عاما الله تعالى يمهل ولا يهمل ترك نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما وهو في الدعوة لعلهم يرتدعون لعلهم يستقيمون وفي الختام لما لما يأس من إيمانهم قال ربي ونجيني ومن معي من المؤمنين طلب من الله النجاة فكان العقاب الإلهي كما تعلمون جميعا وأن الله تعالى أرسل عليهم الطوفان كل فترة زمنية إذا كتر الظلم وكتر الفساد وانتصب الدعاة والعلماء للإصلاح ثم بعد ذلك كبلوا وضيق عليهم وانتشر الفساد كيف يعود الناس إلى الله ربنا يبعث عقاب هذه سنة الله في الأرض ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل سوف نقرأ في القرآن قصص الأنبياء دائما في الختام تجد بأن هناك عقاب فيه شدة لعل الناس يرتدعون لكن عقاب نوح عليه السلام كان يسمى الطوفان طوفان وأغرق القوم بكاملهم فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون الله تعالى سوف ينجي المؤمنين ومن معه لابد أن تكون مع المؤمنين كن مع الله وكن مع أهل الله دائما إذا سئلت أنت في أي فريق مع هؤلاء أم مع هؤلاء قل أنا مع الله ومع أهل الله المعية فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون سيدنا نوح سيصنع سفينة مملوء بأصناف من المخلوقات حمل عماعه ونجوا جميعا ثم أغرقنا بعد الباقين العقاب الذي أصاب قوم نوح لم يصابوا بطاعون ولم يصابوا بجائحة فقر أو جفاف وإنما والعيد بالله كان الغرق لأن القوم تمادوا في الطغيان حوالي ألف سنة فقال ربنا ثم أغرقنا بعد الباقين غرق الجميع إن في ذلك لا آية وما أكان أكثرهم مؤمنين للأسف أغلبهم كانوا غير مؤمنين وإن ربك له ولا عزيز رحيم هذا نبأ نوح ربنا عز وجل حكى هذه القصة بإيجاز على مسامع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وكأنها قصة مختصرة يذكره بها هذا الذي وقع من قوم نوح وهذا الذي كان مصيرهم مباشرة يضف ربنا عز وجل ويعطي نموذج آخر للأنبياء والمرسلين فيقول الله تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ما الذي وقع لما وقع الطفان عند قوم نوح عليه السلام الكوكب الأرضي كله غرق هناك أبحاث أركيولوجية عند علماء متخصصين في البيئة في الأركيولوجيا وحتى في الأنتروبولوجيا وغيرهم أتبتوا بأن الكوكب الأرضي في فترة تاريخية صحيقة صار كله ماء غرق إلا السفينة السفينة نوح التي رست عند الجودي قيل في الأردن نواحي الأردن وبعد ذلك ربنا سوف يأمر الأرض بأن تبتلع الماء من جديد وتصير اليابسة من الذي نجى نجى من كان مع نوح كم عددهم حوالي ثمانين نفر ثمانين نفر فقط الذين أسلموا مع نوح عليه السلام وهذه كوكبة البشرية البشرية في عهد نوح أفناها المولى أفناها أفناها بالغرق لم يبقى إلا حوالي ثلاثة وتمانين نفر هؤلاء تزوجوا فيما بينهم وجاءت بشرية جديدة وكأن الله تتخلص من البشر اللي كانوا عتت مثل الشجر لاحظوا الشجر الخشب شجرة متمرة فيها خير كبير الشجر المتمر فيها كروم وفيها تمار وإذا قطعنا الشجر نستعملها خشب للأبواب والطاولات والكراسي لكن الخشب الذي لا يصلح لشيء ماذا نفعل به نستعمله في الفرن نستعمله للتدفئة يحرق والعياد بالله جتابل كذلك البشر ربنا عز وجل علم بأن فئة من قوم نوح لا يصلحون ولا يصلح أن يخرج منهم درية حتى نوح دعوة كبيرة قال ربي لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا قال هؤلاء هم كفار فجر وإلا ولدوا غير ولدوا أبحالهم أو أكثر منهم فربنا عز وجل استخلص فئة من الصالحين أنجاهم في الفلك المشحون وأغرق الباقين وهذا الباقين صاروا صالحين موحدين صاروا عشرات السنين بل صاروا مئات سنين البشرية فيها التوحيد وفيها الإخلاص وفيها الصلاح وفيها التضامن والتكافل مجتمع طاهر لكن سرعان ما بدأ المجتمع يتغير من جديد الباطل بدأ يذر بقرنه وبدأ الباطل يكتسح وبدأ الناس يعودون إلى الشرك ويعودون إلى الفساد ويعودون إلى الظلم وللتمييز الطبقي فلما كان عهد النبي هود عليه السلام ظهر الفساد والعياد بالله فاختر الله نبي هود لكي يعيد الإصلاح من جديد نفس الدعوة كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون نفس الدعوة لاحظوا بأن الأنبياء والمرسلين عندهم نفس الخطاب لم يبدلوا ولم يغيروا لأنه خطاب واحد من عند الله جميع الأنبياء هم من عند الله لا نفرق نحن المسلمين لا نفرق بين اليهود ولا بين النصارى ولا الأنبياء السابقين كلهم الأديان من عند الله خطاب واحد فدعا إلى الإصلاح لكن التهم دوما التهم التي اتهم بها هود عليه السلام مع قومه قوم هود هم كانوا يسكنون الأحقاف هي جبال رملية الآن هي قرب حضر موت ناحية اليمن اليمن الآن الممزقة اليمن التي صارت دموية كان في هؤلاء القوم يسمون قوم عاد كانوا أقوياء ظهروا بعد قوم نوح عليه السلام والقصة معروفة في سورة الأعراف وفي سورة هود لكن هنا في الشعراء ربنا يعطيها لقطات لقطات لأن الغاية منه هو الوعظ والاتعاد اتهموه أيضا بأن هود إنما يريد الزعامة ويريد القيادة ويريد الدنيا ويريد جمع المال لهذا قال فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أنا لا أريد مالا لا أريد حضوة لا أريد أي متاع من الدنيا أنا أعمل لله والذي يرزقني هو الله والذي يحميني هو الله والذي يباركني هو الله والذي أطمع أن يغفر لخطيئة يوم الدين هو الله هكذا المؤمنين أهل الإيمان يرتبطون كلية بالله ما المشكلة عند قوم هود المشكلة عند قوم نوح كان هو التمييز الطبقي كان عندهم تمييز في المجتمع بين الأغنياء والفقراء وعندهم تمييز طبقي خطير لكن قوم هود كان عندهم مشكل أخر عندهم مشكل الأغنياء يتطاولون في البنيان ثم يظلمون يظلمون ظلما شديدا قال ربنا عز وجل وذلك على لسان هود قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخدون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطتتم بطتتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون المجتمع في عهد عاد قوم عاد كانوا يتطاولون في البنيان كانوا يضعون ناطحات سحاب في ذلك الزمان وكانوا يبنون المصانع مصانع أسلحة مصانع للآليات القوية لكن هذه المصانع وهذه البيوت وهذا التطاول في البنيان لم يكن غايته خدمة البشر إيجاد مشكل للسكن أن تروح على الناس أن توسع على الخلق لا لم يكن هذا الغرض الغرض هو الكبرياء والخلويلاء والتطاول أتبنون بكل ريع آية تعبثون من أجل العبت الاتجاه العبثي العبثية هي لم تكن مع جون بورسارتر في الأوروبا في القرن الثامن عشر أو تسع عشر جون بورسارتر زعيم العبثية العبثية قديمة لأنها دين من لا دين له كانت قديمة في عهد عاد وهود أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون إنهم كانوا يكرهون الموت ويحبون الخلود ويسمعون المصانع الكبيرة والبنيان الكبير وكأنهم خالدون الإنسان كم يعيش أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم عمرها قصير لكن الأمم السابقة كانوا يعيشون ألف سنة ألف وخمسمية سنة وكانوا يظنون أنهم خالدين فربنا كان يعاتبهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون الآن ما تقول لهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين أنهم لما يتقوون بالمال والسلطة والجاه والبنيان والمصانع عوض أن يخدموا البشرية ويوسعوا على الناس ويبحثوا عن الدواء للمرضى وعن المأوى للمشردين وعن الحقوق للمظلومين إنهم يبطشون بطش الجبارين إنهم عتات غلاض يتجبرون على الخلق لا يتحرجون من القسوة ويعتزون بالقوة المادية التي يملكون فقال لهم أخوهم هود فاتقوا الله وأطيعون طلب منهم فقط مطلب بسيط هذا هو مطلب الأنبياء وعلى الدعاة وعلى العلماء والفقهاء أن يركزوا عليه هو الأساس اتقوا الله وأطيعون تقوى الله تعالى وطاعته فقط هذا هو كل ما هم مطلوب من العلماء والدعاة ثم قال لهم واتقوا في البطش وفي التجبر وفي الطغيان واتقوا الله الذي أمدكم المدد أمدكم بما تعلمون ربنا أعطاهم كثير أمدكم بأنعام وبنين أعطاهم الأنعام الإبل والبقر والغنم وأعطاهم الخيول والجمال وأعطاهم أنعام كثيرة أمدكم بأنعام وبنين أعطاهم أولاد كل واحد عنده عشر الأولاد دكور وإنات ما عندهم عقم ما عندهم تنظيم نسل أولاد كتر أمدكم بأنعام وبنين وأرزاق أرزاق وجنات وعجون أعطاكم الله تعالى البستين المتمرة فجر فيها الماء العيون الجارية من مثلكم أعطاكم الله من كل الخيرات أعطاكم المال أعطاكم البنون أعطاكم الأنعام أعطاكم الجنات والبستين والعيون المتفجرة فيها خير كثير عوضا تشكروا المنعم على هذا النعيم إذا بكم تبطشون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فلما نصحهم قال إني أخاف عليكم عذاب يوم العظيم هود يعلم بأن الله تعالى كما أنه لطيف بالعباد ورحيم بهم هو أيضا ربنا اسمه القهار واسمه الجبار فكان يخوفهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يخوفهم من ظلمهم ومن تكذيبهم ومن شكرهم ومن كفرهم للنعم يكفرون النعم لا يعترفون بنعيم الله وعطاء الله فماذا كان جوابهم اجتمعوا كلهم وقالوا له بسخرية قالوا سواء علينا أوعدت أو لم تكن من الواعظين قالوا يستوي عندنا كلامك وتخويفك هذا كلام مجرد كلام هذه مجرد حالة صوتية كما يقولون عن الدعاة من أراد أن ينتقد العلماء والفقاء والدعاة يقولونهم ظاهر صوتية عندهم وسائل تواصل ويعبرون لا نسمع إليهم قالوا سواء علينا أو وعدت أو لم تكن الواعظين لا يهمون في شيء إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعدبين بمعنى هذه السيرة والعادات التي نسير عليها هي عادة من سابقنا سبقون أناس من الأولين خلقهم وسيرتهم وعادتهم وهم لم يعدبوا ونحن ما لسنا من المعدبين فلن نستمع إليك فما كان الجواب فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم باختصار ربنا يطوي الصفحات ويقولنا بأن الجزاء الكذب لقوم هود أن الله تعالى عذبهم ما هو عذبهم هل أرسل عليهم الطفان لا الطفان والغرق كان خاصا بأهل نوح هل أرسل عليهم الطاعون لا ماذا أرسل عليهم أهلكهم الله بريح باردة شديدة والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية ريح باردة شديدة رياح قوية قوية جدا تشري بسرعة مدهلة وهي باردة وشديدة جدا فاقتلعتهم وصاروا كالرماد والعياد بالله كالرمين وما أكان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له ولا عزيز الرحيم كأن الله تعالى يأسف عن هذه النهاية ربنا يريد من الخلق أن يكون من أهل الإيمان واليقين والصلاح ولكن دائما نلاحظ نفس الآية تتكرر كلما ذكر النبي وقوم ختامه يقول الله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم للأسف لو أنهم كانوا مؤمنين كان سيكون تكون نهايتهم أجمل وربك هو العزيز العزة العزة لله وهو الرحيم أيضا مباشر يقول الله عز وجل وينتقل إلى نبي آخر وقوم آخر كذب الثمود المرسلين كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وكان ربنا عز وجل جاء بهذه الأنبياء كلهم امتباعا ليؤكد لنا فكرة أساسية أن الخطابة النبوي لكل المرسلين في التاريخ واحد لا يتغير واحد كلهم قالوا نفس الكلام إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجريا إلا على رب العالمين المشكل عند قوم صالح وهو قوم تمود هؤلاء مشكلتهم مشكلة أخرى أنهم كانوا يعيشون في نعيم كبير وخيرات كثيرة وصاروا مسرفين ومفسدين في الأرض ربنا أعطاهم الخير لكي يستمتعوا ويقتسموا التروى مع الفقراء ويتعاونون على التضامن والتكافل لكن هم سوف يسرفون وسوف يفسدون في الأرض ماذا قال ربنا عز وجل قال أتتركون فيما هاهنا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هظيم وتنحثون من الجبال بيوتا فاره قوم تمود أعطاهم الله تعالى هم قريبين من المدينة المنورة أعطاهم الله أرض وطية فيها خير كثير فيها بستين فيها زروع فيها نخل فيها عيون جنات ولكن ترقوا كل هذا وكانوا يتطولون كمشوا للجبال وينحتون بها بيوتا فارهين لشوف مثلا القصر دي المطرع كيف الأردن لازل شاهدا على عظمتهم جبل كبير ينحتون به بيوتا قصورا فارهين كل هذا من أجل الطغيان ومن أجل الاستكبار ومن أجل الظلم للآخرين فقالهم فاتقوا الله وأطيعون إياكم والبطر ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أعطاهم توجيه لقبول النصيحة وعدم الإنقياد لأمر المسرفين على أنفسهم المتمدين في معصية الله لأن قومه كانوا مفسدين كثيرا وطغات وجبارين وظالمين كل القيم السلبية لكن تحدوا عنها اليوم أنهم يرفضون المؤاخات يرفضون المساواة يرفضون ما يسمى هذا ما عندهم شنهائيا كان ظلم وطغيان فلما أمرهم أخوهم صالح نبي الله صالح عليه السلام بإصلاح المجتمع رفضوه فما هي التهمة التي اتهموه بها قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين اتهموه بأنه مسحور وعمله سحر أنت مسحور وتريد أن تسحرنا بسحرك فغلب السحر على عقلك وأردت أن تلسق بنا سحرك هذا فاتهموه لكي يبطل دعوته لكن بعض العقلاء قالوا قد نصدقك يا صالح اعطينا آية فأتي بآية إن كنت من الصادقين الآية كانت أمامهم صخرة كبيرة طلب من الله عز وجل أن تصير ناقة صخرة من الجبال التي كان ينحتونها قال كوني ناقة بأمر الله فتحولت في الحال إلى ناقة كائن حي فتعجبوا قالوا ربما هذا سحر هذا سحر يدل على أنه ساحر إنما أنت من المسحرين فقال هذه ناقة الله هذه الناقة أعطاهم الله تعالى وحد الابتلاء قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم هي الناقة ربش على ابتلاء ربنا يعطي ابتلاء هل تنفذ أمره أم أنك ترفض هذه الناقة قال لهم هي لها شرب يوم كان عندهم الواد يوم كتشرب القبيلة كلها واليوم الثاني كتشرب منه الناقة النهار لفيه الناقة كيخرج الماء عذبا زلل فتشرب الناقة كتيرا والنهار لكيكون عندهم همية كيكون داك المام مغير وقليل فقالوا أهل الإيمان قالوا هذا ابتلاء ربنا يختبرنا أن نصبر أم لا نصبر لكن أصحاب الدنيا والعقول الضيقة قالوا ما المنطق الذي يترك هذه الناقة تشرب في يومها العذب الماء الزلل ونحن نبقى بقلة المياه فاتفقوا فقاموا بذبحها وقد نهاهم قالوا ولتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم لكنهم قاموا بذبحها وعقروها فعقروها فأصبحوا نادمين نحروا الناقة فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا ولم ينفعوا ندامهم لأن ربنا عز وجل قال لقد رسبتم في الامتحان المرة الأولى والتانية والثالثة فجاءهم العذاب ما هو العذاب فأخذهم العذاب إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين ربنا أنزل عليهم عذابا شديدا فأهلكهم ولم يبق فيهم أحدا من هؤلاء الذين الذين كانوا ضد دعوة صالح ثلاث أيام قالوا انتظروا ثلاث أيام فكان اليوم الأول والتاني ينتظرون وهم في عذاب وخوف واليوم التالت تغيرت الدنيا غير الدنيا والسحاب غير السحاب والأرض غير الأرض فجاءت الصاعقة وأهلكهم الله أجمعين ثم قال ربنا عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم هكذا أيها الأحباب الكرام في كل قصة نهايتها أن أهل الإيمان واليقين ممن يتمسكون بالحق ربنا يكرمهم وينجيهم والذين يتطاولون على دين الله تعالى مصيرهم دوما هو الهلاك والعيد بالله لازالت الآيات متواصلة كلها حكاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون العبرة لأن بعدها سوف يقول كذبت قوم لوط المرسلين سيتحدث عن قوم لوط هؤلاء مشكلتهم أخرى مشكلتهم اللواط مشكلتهم الفسات الأخلاقي كانوا يؤتون الذكور ثم بعدهم سيقول وكذب أصحاب الأيك المرسلين قوم الشعيب أيضا هؤلاء كانوا يطففون في الميزان وكانوا يتعاملون بالربا ويتعاملون بالاحتكار في المجال الاقتصادي كل واحد منهم عندهم مشكلة أو فل كيلة ولا تكونوا المغسلين فبيت القصيد أن ربنا عز وجل دعوته واحدة هي التوحيد وإخلاص العبود له لكن المجتمعات واقعهم مختلف كل مجتمع له له خاصية والأنبياء إنما جاءوا للإصلاح وهكذا سوف نستمر إن شاء الله تعالى في ذكري والتأمل في هذه السور غايتنا أن يحدث لنا الإيمان بالله نسأل الله تعالى أن يكرمنا بقوة بالإيمان فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشد آله وصحبه وسلم